الرسم في الاندوزين العشان نرسه في الاندوزين بعض الرسمات عندي مجموعة من الادوات بس اخدمها في اداة المستطيل بضغط عليها مشيرش ايدي مع الماوز بلقيت 3 ادوات بتظهر الركتانجل اللي هو المستطيل الاليبس الدواير والاشكال البيضوية الاشكال المنتظمة والنجوم بالنسبة الركتانجل بضغط واسحب يبقى انا كده رسمت المستطيل بتاعي او بعمل كليك بيبتدي اسألني الويتس قد ايه والهاي قد ايه بقول انا اعيد المستطيل 10 سنطين في ارتفاع 5 سنطين بيبتدي ارسمهولي بنفس المقال الزواج اتأكد من المقاس من اين بطلع فوق بلاقي الويتس 10 الهاي 5 لما بضغط واسحب قبل ما تشري ايدي مع الماوس يبقى انا كده بارسم مربع الطول قد العرض بالزبط طيب لو انا ابتديت من النقطة دية في الرسم لو دوس على مفتاح الالت او الاختيار يبقى center الرسم هو النقطة انا ابتديت منها ودوس على العالي يبقى الالت والعالي يديني كمان مربع مش مستطيل طيب ده بالنسبة المستطيل هتغط بالنسبة للدائرة هي هي بالزبط اضغط 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 و اضغط يبقى الى اسئلة قبل الاسئلة تعلمني اتستخدم الطريق اليدوية اضغط اضغط و اضغط اضغط و اضغط 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 و اضغط 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 الفوق يزود عدد أطلع النجمة ساهم التحت يقلل الأطلع ساهم الفوق يزود الأطلع ساهم يمين يجعلها نجمة ساهم الشمال يجعل النجمة شكل منتظم ساهم يمين يجعلها نجمة ساهم الشمال شكل منتظم ساهم الفوق يزود الأطلع ساهم التحت يقلل الأطلع وفي الآخر أشيل إيدي من إيه؟ نرسم النجمة اشيل ايدي مع الماوس عشان اثبت الشغلية هي هي لو انا عملت كليك هيسأل شوية اسئلة العرض قد ايه والارتفاع قد ايه عدد الاضلع بتاعة النجمة بتاعتي او شكل منتصم التداخل بتاع النجمة قد ايه هو اقول له اوكي يبتدي يرسمني النجمة ايه بتاعتي الخطوط اضغط واسحب برسم الخط بتاعي اضغط واسحب لو عايز خط مستقيم اضغط واسحب واضغط على مفتاح الماوس واضغط على المفتاح العالي ابي ايدي منع الماوس احصل على خط مستقيم كده خط مايل دوس على العالي ابي ايدي منع الماوس الاقي خط مستقيم اشيل ايدي منع الماوس وبعد كده ايدي منع العالي يترسم الخط عندي يبقى دي طريقة الايه طريقة اسخدام الرسومات التلات ادوات عندي ريكتانجل والإليبس والبوليجون زائد الخط طيب عندي كمان أداة تانية للرسم اللي هي البن هضغط وأصحب أحدد الأشكال كلها وامسح عندي البن البن بضغط وشريلي مع الماوز واضغط على نقطة تانية واضغط على نقطة تالتة نقطة رابعة خمسة وغير كذا لغاية نرسل الشكل اللي أنا أريد دي الطريقة الأولى الطريقة الآخرية أنا أضغط لما أضغط النقطة التانية بسيطة مع الماوز واسحب ألاقي إيه هذا الكيرف هو ده الخط واللي طالع ده أزرع تحكم في النقطة بتاعتي ممكن أنا أدراع دوت أبل دي أتحكم فيه شوية يمين أو شمال أرسل النقطة تانية تالتة ربعة خمسة ممكن بكيرف او ممكن ايه خط مستقيم زي ما انا عايز يبنى رسمة الايه الشكل بتاعي اداة البن معها مجموعة من الادوات فيه اداة تمسح النقاط لو حاست النقطة دي زيادة ده اضافة النقاط ترمى موجودة عليها علامة الزائد في الشكل ده يبقى دي اداة ايه؟ اضافة النقاط لو كده دي اداة طرح النقاط ده دراع التحكم بيخليني اتحكم في الدراع اللي طالع من النقاط اللي انا بشتغل بها طيب تعالي نشوف استخدامها ازاي هياخد اضافة نقطة عايز اضيف نقطة هنا بطغط ضفت نقطة هنا ضفت نقطة هنا ضفت نقطة هنا اعطي من الانتكال اقترح النقاط اضغط اضغط على النقطة واسحب اللي اقي يتلع علي ازرع تحكم منها اضغط على النقطة واسحب اضغط عليها واسحب اعطرح نقطة يبقى ياخد علامة الناقص واجه على نقطة اللي انا مش اعيزها وامل لها عملية الطرح. يبقى انا كده بطرح النقاط او بضيف النقاط من خلال اداة البن الطول.